السلام عليكم، مرحباً بكم أيها الأصدقاء اليوم اجتمع طاقم عمل مسلسل صلاح الدين الأيوبي وذلك من أجل قراءة السيناريو الموسم الجديد الثاني الذي ينتظره الكثيرين من المشاهدين والمتابعين ولكن هناك أخبار أن الموسم الثاني لمسلسل صلاح الدين الأيوبي قد تم تأجيل موعد العرض وذلك إلى نهاية شهر سبتمبر أي في تاريخ 30 سبتمبر أماعن الانضمامات الجديدة للمسلسل صلاح الدين الأيوبي ومن أهم هذه الانضمامات هي واحد الممثل ديفرين إيفن من أهم أعماله مسلسل بارباروس سيف البحر وسيكون دوره هنا في مسلسل صلاح الدين الأيوبي شخصية الملك أمرليك وهي شخصية قوية اثنين الممثل بورك ديمير بدور إرناط ديشاتيون ثلاثة الممثل بيرك أوجار من أهم أعماله مسلسل المؤسس عثمان أما في مسلسل صلاح الدين الأيوبي سيكون دوره الفارس الفرنسي لوسيان أرجار وهو زوج سيفلة أخت الملك أمرليك وهي شخصية قوية أربعة الممثل أوزان دولوناي بدور شخصية القائد الصليبي باليان وهي شخصية قوية وسيكون عدوا لصلاح الدين الأيوبي خمسة الممثل أويغار أوزتشيليك بدور القاضي فاضل وهي شخصية مهمة وسيكون دوره في عمل الكثير من المساعدات لصلاح الدين الأيوبي وشيركو في الدولة الفاطمية ستة الممثلة غولبير أوزديمير بدور شخصية سيفلا أخت الملك أمرليك سيكون الموسم الجديد الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي الكثير من الفتوحات الإسلامية والأحداث الجديدة والقوية النارية للمسلسل صلاح الدين الأيوبي والمشوقة جدا للجميع وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسون أيها الأصدقاء بدعمكم بلايك على الفيديو مع الاشتراك في القناة مع تفعيل جرس التنبيه حتى يصلكم كل جديد وشكرا لكم